السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله برنامج الموسم الصيف حيز التنفيذ ولكن في حالة عدم وجود زيادة في الخدمات سيتعين على شركات الطيران المختلفة للاكتفاء بتقديم نفس عدد الرحلات التي قامت بها حتى الان يجب ان نتذكر انه في الايام الاخيرة بلغ التخوف والغضب ذروته بين الجزائريين في الخارج الخميس الرابع والعشرين مارس وللمارات الثانية خلال الشهر الجاري نشرت وزارة النقل بيانا صحفيا اعلنت فيه اضافة 64 الرحل جديدة بعده وجهات غير ان البيان الصحفي المذكور تم حذفه بعد اقل من ساعة ونصف دون ابداع اسباب فيما اعلنت رئاسة الجمهوريات في وقت متزام تقريبا عن تعيين وزير نقل جديد هو طلح الله مناجي نائب يعلم انباء سارة بشأن الرحلات الجوية الى الجزائر وفي هذا السياق اعلن نائب الهجرة عن انباء سارة بشأن الرحلات الجديدة الى الجزائر يبدو ان ممثل الجالية الجزائريات في فرنسا يؤكد ما اعلنته عدة مصادر خلال اليومين الماضيين من ان حذف البيان الصحفي من وزارة النقل لا يدعو للتشكيك في تطبيق البرنامج الجديد وكتب السيد اليعقبي في رسالة على صفحته الرسميات على فيسبوك بعد نهاية عطله نهاية الاسبوع سيتضح الموقف اكثر لم يفشل من خلاله في اظهار غضبه من حذف البيان الصحفي الجديد لا يقدم ممثل الجالية الوطنيات في فرنسا مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع ولكن يبدو انه يشير الى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الاحد والذي من المحتمل جدا ان تقوم الحكومة خلاله اعطاء تفاصيل جديدة حول هذه المسألة انه تم حذف البيان الصحفي لان وزير النقل الجديد يريد مراجعة كل ما يتعلق ببرنامج الرحلة في غضون ذلك يتشبث الجزائريون بالخارج ولا سيما في فرنسا بالامل في رؤية اعلانات جديدة تصدر يوم الاحد في نهاية اليوم بنهاية مجلس الوزراء